جاءنا لكم بعد آخر فاصل مع فقرة الموضة والأناقة مع آيا برقاوي هاي آيا كيفك؟ أهلا بناسا تمام شاءنا لك عن مبارح أنا أكتر بكتير شو محضرتين لليوم؟ اليوم زي ما كل مرة عودنا المشاهدين رح نحكي شي جديد بعالم الموضة بس رح نركز أكتر على الإيحاء اللي ديزاينرز أخدوا لما صمموا الكوليكشنز ليس فقط الكوليكشنز نفسهم نحن الفنية ندخل على القصة اللي ورا الديزاينز اللي عم نشوفهم كتير حلو طب بشو هنبلش؟ هلأ رح نبلش بأجدد ديزاينز لصيف ربيع 2019 مش بكير مع أنه إحنا لسا ما فوتنا بأصن الشتاء جاكيت ما نبست أنا بعد دم نظم بس عالم الموضة دايما المواسم تسبق بموسم قبل عشان تكوني عارفة محضرة حالك اش لسا بدك تجيبي للصف نحن نتحمس لسيزن الجاية يعني أنا هلأ مستحيل أفكر بالربيع يعني بالصيف كانوا عم بعملوا الوينتر كوليكشن وهلأ السبرينج طب حلو ممتاز فرح نبلش بديزاينر اسمه باير موس وهو تخيل العالم أكيد قرابة كيت موس تخيل هو تخيل العالم بدون عنصرية مستوحى المستوحى من كل الأصص التي نسمعها هلأ والهاشتاغ اللي كتير صار ترندي اللي هو موسيقى فهو تخيل حياة هذول الناس بدون عنصرية والصور هم كانوا كأنهم بينتينج من الناس سعداء يعني هون أب ماسك بنته بالفستان هون الستات أنه عادي ماشيين واحد يلاق ماسكي بوكي فلاورز تخيل أن الحياة فتخيل أن الحياة وردية بدون هذا الأشي فحاول ما أجمله؟ آخر واحد وأنا سأقول لكم موسيقى أنا موسيقى وأخذ بالألوان كمان أخذ كثير إحاء من الكولتشر الأفريقية صح ففي ألوان بس دخل معها برضو الباردة يعني شو في الأزرق قديش هيك فاتح بخيلو صيفي بس دخل معها الأحمر الأزرق لأحدا بدأ يرضي كل الأزواء هاي البستيل عشان يضلوا انترند بس يجعل فكرته كمان تبرز ماذا أحبتي رزاني؟ أنا أول واحد هذا كمان أنا أحبت الأب اللي حامل بنته كثير كثير بتخيل حالي ممكن ألبسه أنا الكولكشن آيا إيش أنت بتلبس منهم؟ أنا صراحة الكولكشن حبيتها من القصة اللي وراها أكتر من إنه الديزاين يعني هلأ صار بدي ألبس الديزاين عشان عارفة شو معناهم تعرف شو أنا حسيت أنت بتلبس هذا تاني واحد تاني حامل رسالة أو ثالث أنا حسيت تاني 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 ما لدينا كمان؟ التزاينر اللي بعدي هي واحدة اسمها سيمون روتشا هي معروفة أنها إيريش تزاينر انولدت بإيرلند وعاشت هناك بس بتحكي أنه أنا دائما بس أحكي مع الناس ما بحرف أنه أنا أصلا نصي صيني ما أحدا بعرف هذا الاشي عنها فهي حبت بهاي الكولكشن تدرس أكتر عن الكولشر تاعتها وعن الصين واختارت يوم اسمه The Day Of The Dead هو إشي بحتفل فيه زي بحتفل فيه بكل الناس اللي راح وأنه لساتهم تتكمل بعد هذا الاشي فبلبسوا طوائب فيه كتير ورود زي بالظبط زي ملورينا حكت بي مكسيكو بي مكسيكو عاملة الكولكشن فن يعني مريح بس بنفس الوقت فيه نوع من الجدية شو في كيف بالظبط طوائل للوجوه فيها جدية زي ملورينا حكت والوجوه كمان زي ملورينا حكت بي مكسيكو في عندهم كمان نفس الترديشن بحتفل بالناس اللي راحوا كمان فإشي كتير حلو انها فوتت الكولتشر تبعها على الترديشن تبعونها عشان تورجي للناس انه هذا جزء منها حبيت الابياد اللي قدامه أحمر كتير عامل أفكت حلو حبيته صراحة لا أنا حبيت الأسود كتير حلو زكرني ببرادي شوي ليش هداك إشمعت بريتو بوال بوال أحمر حلو هيك هو إلا أنه من هاي الاحتفال في كتير ورود في كتير ديزاين هي ترديشنال فهي حاول تتجيب الترديشنال وتخليه مودر شوي بطريقة ساعة أنا حسيتم أنا واحد وقدر ألبس أنا حبيت أنا حبيت هاي بوالت المطبخ هاي بوالي لبسل هاي بوالت المخدمين هاي بوالت المخدمين هاي بوالت المخدمين نعم نعم شيء مع اسمه. أحكي لك. الآن من خلال المجموعة. كيف دائماً الثورات التي كانت من خلال الفن تصير. هناك الكثير من ثورات عبر السنين. وبالتاريخ صارت من خلال الفن. فهو يريد أن يعمل ثورة فنية من خلال الفاشن. ليس فقط البلدات وهذه الأشياء. فهو معترف أنه لا تستطيع أن تنبس. لكنه يريد أن يعمل فيها ثورة. ولكن هذا هو الثورة من الأشياء. لأنها ثورة. أعتقد أنها تكون معبرة عن الوضع السياسي والاجتماعي التي نحن فيها الآن. فهذا كان الإنسبري. أنا كثيراً أقدر هذه الأشياء. هل تعرفين ما؟ أحبت أن أعمل مع الموديل التي لديها السكين كندشن. ويني هارلو. كثيراً مشهورة. لكن طبعاً أنا أنسيني بالأسامي. ليس كذلك الأسامي. أحبت أن حاملة رسالة كثيراً قوية. أن أعمل مع الكل وما عنده منصورية. وإذا كنت تلاحظي أن الوضعات كثيراً كأنهم غرافيتي. كما عندما يريدون أن يعبروا عن شيء داماً يرسموا غرافيتي على الخيطان. يعملوا هذه الأشياء. فهو أخذ هذا الأشياء وضعه بالفاشل. أنا كثيراً أحبت معنا الكولكشن. تحسيها بس إطاع فنية التنشاف. ليس بنا. أكيد. أكيد. فهو أخذ هذا الأشياء. هذه الفنية. وأنا كنت أريد أن أعبر عن ثورة الفنية بهذا الأشياء. لكن ليس بشكل عملية. أكيد. أو صورة البيض. ليس بس أقدر الأشياء الم encouraged. النهاي الم MU shootersal. لسبطة الأشياء في الإطلاق هو كل خلال اللي وره تم طاهده الامر في العالم التصميم. في أس offendersه الإشياء يسمى توال. فيvs. هذا يعملون القرر البيض الأصلي. كتجربة. لكن هذا ينب فيلبتوا یك expectations. بل أمرضيا وأقم preservة. يمكن ضعه مرتد في ص場 لإدام Tang à Madigan بالضبط. الحل وحل م bacteria. الحل اكتب بهذا الأشياء. هو حكا أنا بدي أخذ هذا الإماش وأعمل فيه أصلاً الكوليكشن بدي أقدر الأشياء الهاند ميد مش شرط الإشياء يكون شكله خالص بدي الناس يشوفوا الإشياء اللي وراء التصميم وأنا شفت هذا الإشياء كثير مبدع وهاد رائع الوضع بالضبط مش كل شيء لغزم يكون بريفكت بالضبط فهي كان الإحاق زي ما بتشوفي حتى هون التنورة بأنه مدبسة كأنه فيه شيء مقصوص صفره الفستان من تحت مش مخيط بده يعطي هذا الانطباع هذا صنع يد وهذا الشيء يعمل عليه اه اوه هلو شفره عادة وإشياء كان بده يعمله حكا بدي أعمل الفاشن كأنها لوحة فنية فكثير من الديزاين والباترنز المرسومة هي مش قادرة هي رسم إيد هي أرتست تراسمينها وعملوها باترنز على الأوعي ما هو شخصياً؟ هو كوتور فأكتر من شخص يعمل على نفس المشرف أكيد هو المشرف و هو الرئيسي لكن أكيد هناك شخص يعمل معه أنا أحبت أول واحدة الصفر لا أصطر أول واحدة من عندي أنا أحبت أول واحدة من عندك أكتر واحدة أنا يمكن الأبيض أحب الأبيض كثير أنا كثير أحبت الفكرة من وراء هذه المشرفة والفكرة حلوة الآن العكس هذا الأشي هو فالنتينو فالنتينو قال لأنه صار فيه كثير حكي عن كلمة كوتور صار كل حدا يعمل فوسطين بيسمي حاله كوتور بس بباريس هناك قنون قنون هناك قوانين قنون لهذه الأشياء هناك قوانين لهذه الأشياء و ليس أي شخص يستطيع أن يسمي حاله كوتور يعني لازم منموم عشرين شخص يعمل على نفس المشرفة لازم منموم مئتين ساعة تعمل على المشرفة كما ترون كل شيء مشغول باليد والدزاين والباترن جميل أول واحد أول واحد أنا أحبت الثاني من عندي والثاني جميل هل تعرف في ما أفكرني؟ أفكرني خلال عدوء صح 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 نعم أكيد هذه الأشياء التي تعمل على الأشياء مجرد والعدوء وليس من مجرد هذا هو المريك غير موضوع لكن أعلم أفكره شيء مشغول هذا مثل الساري الهندي فهو كل شيء سيكون لديه عمل إيد كل شيء سيكون لديه عمل كثيرة لتظهروا هذا الشيء لأنه سأريد أن أعود ابن سيندي كروفرد صحيح كايا كروفرد أي واحدة أول واحدة تشبهها قليلاً أول واحدة من لديك تشبهها قليلاً نعم صحيح هل الألوان جميعاً الجميع جميعاً 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 هل أولوان ما أشبك؟ الجميعاً والدزاينر الذي أعملهم هو جوناثن أندرسون جوناثن أندرسون قال بما أنه الفاشن هو نوع من أنواع الفنون بدأ أعامله كأنه فن فرح عمل هذا الاشي بمبنى تاريخي الفاشن شو وجاب ثلاثة من أشهر الدزاينرز المجلس الآن طالعين وخلاهم يعملوا لوحات وصوليبطرز وحطهم فإنت لا تفوتي بتحسي حالك أنك راح على تحف وخل الموديل من بين هؤلاء الأطموصفير نفسه كان كله انه انت عم تفوتي بمحل عشان شوفي فن نفس الاشي كمان عنده فكرة انه انا بدي كل اشي يكون هاند ميد فكل اشي بهالكولكشن معمول بالإيد ما بده ولا اشي ديجيتل على الكمبيوتر كل اشي نشغل ونرسم بالإيد وناس اللي عملوه بصير احزر انتي اكتر واحد شو حبيتي احزري اول واحد احزر احزري صحيح ناخ nuestros الاشي احزري انت emit tired الجيد هين هكذا انتهت have the other style ier انا حبيته انا مش سامح انت تعرف احمد زوجها الاية انا حبيت تان واحدة عاندي لورينا واانا كمان احيج انا لا حبيتي أحبتها ولكن لا أحبت أحدهم. لا أحبت أحدهم. لا أحبت أحدهم. لا أحبت أحدهم. هم أشياء كثير جريئة. إذا أريد أن أتحدث. لا شك. الديزانر اللي بعده أكيد كل حدا بعرفه هو بلنسياغا. بلنسياغا حكا بدي أرجع بلوترع البتنز. تعون القص. بده قصات جديدة. لا بدي أنا نفس الفستان. بدي أشياء جديدة وغريبة. بدي أنا أكون أول حدا عم بعمل هاي القصات. بس مش أنوثي ما عم بشوف. آآ بس أنا أحبت أنوثي بالفستان هاي. أنا بقدر الإختراع بهذا الإشياء. لأنه بالموضة كل شيء عمل. كثير صعب أنك تيجي تقصي إماش بطريقة ما حدا أصحاب هاي المرة. فإنه هو حط هذا كان الفوكس تبع هاي الكليكشن. إنه بدي إشيء أصلى الإماش تكون غريبا. سوى مركز على الكتاف. شوفوا شوفوا أول واحد. أدي أنثوي ومش أنثوي. مره. 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 لا لا لا. والثاني. بس أنا حبيت الألوان. إنه لون واحد لون واحد لون واحد لون واحد. كثير غرافيكية. حبينا هذا عشانه زي لون لكي. مبدئيا خلاص. بنا نغاوز كلنا. فهو كان بس عم بركز عائش طرق جديدة بدي أخترع بدي أرجع. أخترع فيها الفاشل من جديد إذا بنقدر نحكي اختراع. يعطي العافية. نعم. 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 فak бр���تكم على حقيقة كلنا. نعم نعم. نعم. بدي이� collecion بالعكس البنت دائما. فهو شكو أن اتشجعت أكلي ضمن هذه المقطع التي تجعلها كأمرتك حول البنت. ما بدي تبين قنثوية ما بدي تبين قوية. أنو що تقدر تدافع عن حالها. ما بدي المفاتنها تكون ممينا. تبين. لا تتحدث عنه قبل أن تسمع الفكرة، فقط أنا كثيرا قدرته بعدما سمعت الفكرة من وراءه لأنه يريد أن يعطي قوة، يريد أن يعطيها قوة لو ترى ستات كأنهم محاربين، كأنهم محاربين، مقاول رسالة، فهو هيك هذا الشيء يوم تقولوني عن رسالة، مثله، أوف شو صح؟ فأنا قدرته صراحة، لماذا تظن مع اللون الأسود؟ هناك كثير ألوان ثانية، لكن هؤلاء أقوى لكس كانوا بالرمي كان لديه أشياء ملبوسة، كان لديه فسطين كثير طويلة، كان لديه أشياء برضو أنثوية لكن هؤلاء من الأشياء التي أحب أن يعمل فيهم ستاتمين حلو، فأنا قدرت هذا الأشياء صراحة كثيرا صراحة، نايف جدا، طيب، اللي بعده؟ آخر شيء طبعا، اللي كل حد يحبه هو شانيل شانيل كان شاف كل كارل لاغفل إختبار بخير، هذا باللبس، هو ريزان شانيل نعم، هذا قال لديه هذه الظروف التي يوجدها حينما فيها، الحقيقي والسياسي وهناك الكثير من المشاكل، انا أريد أن أعطي للنس أريد أن أخرج بشكل كارل والرنوي كان بحر لاصطناعي بحر صناعي، صناعي بحر كانوا موضلين محركين، سنادلهم وشو ستيعتهم بيدهم، بحر أشعروا بحر تشغيل هؤلاء الموضلين، كانوا محركين بحر رحلة، كانوا محركين بحر أنا رايحة بحر فهم كانوا يأخذوا الناس برره يريدوا أنهم يأخذوا الناس برره هذا الشيء كمان هو حب أنه يعمل شيء من ناحية الفيمينيزم أنه هذا الشيء الذي كوكو شنال عم تعمله من أول ما بدأت البراند أنها هي اللي دخلت البنزوير على لبس الستات هي أول واحدة لبسات بلاطين و بلايزر كان الناس يقولوا كيف هيك عم تلبس فهو خلى هذا الشيء لو تشوفوا كتير البلايزر حتى أوورسيز و قوية إنشاناتي عملهم كأنهم أرمرز كمان كثير عطى إمباورمينت للست بس خلى الفيمينيزم أنا بلبسهم كلهم هدول أنا عن جد كلهم بس الأصفر هيك قعدون هون 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 بجنة كثير حلوه أصفر بجنة جميلة هيك خلصنا اللوكات خلصنا الدزاينر شو هالأشياء الحلوة اللي جبت لنا إياها عن جد صراحة هيك جد تقدروا تشوفوا كيف الواحد بغير فكرة عن إشيء بس يعرفوا طبعا للأسف خلص وقتنا نحن انتهى وقتنا هلا ما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا على صفحة عمان تيفي على الفيسبوك عمان تيفي أوفيشل وعلى صفحة الإنستغرام الخاصة بالبرنامج لكي دوت عمان تيفي وتشوفوا الإعادة الليلة الساعة 11 ونص بكرة على الساعة 1 الظهر موعدنا بتجدد معكم بكرة الساعة 7 ما ديوفيش دوت مع موضيع جديدة تصبحها عالف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة